اشتركوا في القناة المتعرف الأول كنا تكلمنا في الترمي الأولاني على موزعات الهواء وبعض المؤيسات الخاصة بمجاري الهواء والأنظمة التكيف المركزي الخاصة بالعناصر ولكن كنا بنتكلم من منطلق حساب التكاليف الخاصة بعملية الصيانة أو عمليات الإصلاح وخلافه ولكن تركيزنا إن شاء الله بأمر الله خلال الترمي ده أو خلال الإجزاء التالي بأمر الله هيكون على اللي هي مؤيسات التركيب مؤيسات التركيب الغرض منها إيه؟ مؤيسات التركيب الغرض منها أن نبحث بالتكاليف النهائية لتركيب عنصر معين أو مجموعة من العناصر في منظومة التبريد والتكاليف بتاعتنا طيب عشان أحدد التكاليف الكلية الخاصة بعملية التركيب كان لازم أعرف إن مؤيسات التركيب لها نوعين اتنين عندي يا إمي النهاردة أنا هقوم هنا بشوف تكلفة التركيب الخاصة لعنصر معين في مكان العمل بس شرط يكون إن العنصر ده أو مش معنى صح العنصر ده بيكون الجهة اللي كانت طلبها عملية التركيب هي اللي قامت بعملية الشراء وجايبت هي لجابة الخيمات وجايبت كل حاجة يبقى بالتالي أنا النهاردة مؤيسات دوري إن أنا النهاردة هاخد التكاليف الخاصة بالتركيب فقط أو أعمل مؤيسات الخاصة بعملية التركيب يبقى لو كانت الجهة اللي هي المسؤولة أو المكلفة مثلا بعملية هنا الشراء هي الجهة الأصلية أو العميل نفسه فدي بنحاسب على التركيب فقط أو بنقوم بعملية مؤيسة التركيب بس إنما في بعض المؤيسات بتبقى توريد وتركيب يعني أحيانا بيكون بيطلب من بعض الشركات أنا ما عنديش خبرة مثلا أنا جماعة في المعدات وفي الآلات اللي أنا حد أشكبها عندي في المؤسسة ولكن أنا هلعم مثلا القرية السياحية وعايز أعمل لها منظومة تكييف مركزي فالنهاردة صاحب القرية أو المهندس المهندس المختص ما بيكونش عنده دراية بنوعية المعدات الحديثة والأدوات والمسلا الماكينات اللي حيتم تركيبها بشكل كبير فبالتالي أنا بطل من الشركة المكلفة بعملية التركيب كمان بعملية توريد المكونات دي فهي اللي بتقوم بعملية الشراء بشكل كامل فبالتالي أصبحت المؤيسة هنا بتضم عملية هنا إيه التكلفة الخاصة بعملية التوريد أو بالمكونات اللي حيتم تركيبها علاوة كمان على تكلفة مين التركيب الخاصة بالدايرة المعين يبقى في الداية الأمر لازم أكون متعرف على الحاجة أما أقول له الأنواع مؤيسة التركيب يأم أقول له تعملية التركيب فقط وده بتكون في مكان عمل الجهاز وبتكون هنا مسؤول هنا التكاليف بحس بهنا المؤيسة في ضوء الخطوات أو الخاصة بعملية التركيب وليس في تمن المعدات أو تمن الأدوات اللي تم تركيبها وده بتكون الشركة أو الجهة اللي المطلوب منها عملية التركيب هي اللي بتقوم بعملية الشراء إنما هنا لو طلبت من هنا الشركة اللي بتقوم بعملية التركيب عملية هنا التوريد وعملية التركيب فهنا بتبقى التكلفة مختلفة في كلتا الحالات كل المنظومات أو أغلبية الشغل اللي حنشتغلوا مع بعض الترمية ده إن شاء الله بأمر الله كلها منظومات كبيرة منظومات تكييف مركزي أجزاء خاصة من منظومات التكييف المركزي مثلا شلارات مخازن غرف كل الأماكن دي أو كل الحاجات دي يا جماعة بيتم هنا تجميع المكونات بتاعتها في مكان العمل يعني أنا ما بروحش إن هي مكاملة وجاهزة في المكان يوعي بقوم حططها وخلاص واركب لا تمام بيتم هنا عملية التجميع في مكان عمل عشان كده كانت مختصة عملية التركيب أكتر في المنظومات دي تمام فإحنا أول عنصر حنشتغل عن المهاردة بأمر الله من عناصر منظومات التكييف المركزي وهي Air Handing Unit وحدة مناولة الهواء إيه يا وحدة مناولة الهواء الأول لازم نتعرف عليها قبل ما تعامل إزاي يركبها وإزاي يركب الحاجات فلازم نكون عارف كل المكونات اللي عندي الأول إيه وحدة مناولة الهواء دي دي عبارة عن أحد أجزاء خلاص منظومة التكييف الهواء المركزي واللي فيها بيتم معالجة الهواء ويعني إيه كلمة معالجة معالجة يعني أنت النهاردة بتحكم في درجة الحرارة سواء كانت بتبرد الهواء أو بتعمل عملية تسخينة بتحكم في نسبة الرطوبة بتزود نسبة الرطوبة أو تقلل نسبة الرطوبة تمام ممكن تتحكم في معدلة تدفق الهواء ممكن تتحكم في منظومات أو مثلا كمية الهواء الموجود معي وفي سرعة الهواء خلاص ممكن تتحكم كمان في درجة نقاء وجودة الهواء تمام إذن كل الحاجات اللي أنا قلتها دي محتاجة معدات يبدأ عبارة عن غلاف كبير الغلاف ده المفروض فيه بعض المكونات فيه بعض مين المكونات المكونات دي من خلالها بيتم معالجة الهواء عشان أوصل للهواء بدرجة الحرارة أو بالظروف الجوية المناسبة عندي تمام طيب ده كلام ده أنت تقول لي وحدة معالج وحدة منولة الهواء طيب هل فيه أنواع مختلفة لوحدة منولة الهواء إحنا نتطهرق هنا النوعين اتنين فقط إن شاء الله بأمر الله في خلال الجزئية بنعاد ده النوع الأوليني وحدات تكييف هواء أو وحدات منولة الهواء خلاص مركزية وحدات منولة الهواء إيه؟ مركزية ودي بتكون موجودة خلاص خارج الأماكن المكيفة أو فيه وحدات بتكون موجودة داخل الأماكن المكيفة يعني فيه وحدات تكييف هواء مركزية خلاص وفيه وحدات تكييف هواء داخل الغرف خلاص اللي هي موجودة معي يبقى فيه عندني من وحدات مناولة الهواء في أنظام التكييف المركزي خلاص يأما فيه وحدات بتركب خارج أو وحدات بتركب من اللي بسمع عندي مركزية أو وحدات بتركب داخل من الغرف طب الفرق في المكونات والشغل اللي عندي يعني ما بدأ أتكلم على الوحدات المركزية مثلا خلاص وحدات المناولة المركزية اللي بتقوم موجودة معايا دي بتبقى مع الأحجام الكبيرة من منظومات التكييف وديها بتمكن بيبقى ديها سماحية إن أخد فيها مثلا أو مثلا دفلها مكونات أشغل منظومة التكييف على مدار العام يعني أنا النهاردة لو هنفرضا في بعض الدول زي ما أنتوا عرفين إن أغلب السنة برد فبالتالي بتبقى أغلب مكونات منظومة التكييف أو مكونات وحدة المناولة هي معدات تدفئة معدات إيه؟ تدفئة وتنقيط هوا وتوزيع هوا بس إنما لو كانت مثلا بعض الدول مثلا زي الدول الأفريقية أو الدول القريبة وخط الإسواق طول السنة أغلب الوقت جوحر فبالتالي عملية التبريد هي العملية الأسية فبالتالي إن أغلب المكونات الموجودة في وحدة مناولة الهوا ديات كلها معدات تبريد خلاص وتنقيال الهوا وخلاف إنما لما يكون بقى عايز أشتغل على مدار العام مدار العام لأ تنتم الموضوع سيختلف هنا هتشتمل على وحدات للتدفئة ووحدات للتبريد علاوة كمان اللي ممكن يكون فيه وحدات لترتيب الهواء كله حسب الظروف الجو الخارجي يعني ممكن يكون درجة حرارة النهاردة مرتفعة بوكرة منخفضة أشغل المنظور مع مدار مين على مدار العام ودي بتبقى مع الوحدات الكبيرة إنما في بعض الوحدات نحن بنشغلها في الغرف في بعض الأماكن المكيفة في بعض اللي صالات الاجتماعات في بعض مثلا غرف في الفنادق تمام ممكن أشغل الوحدات دي بشكل مستقل ودي بتعمل تحكم منفصل يعني أغلب الأماكن دي بتبقى التحكم إلى حد ما مركزي أنا النهاردة مثلا ظروف جوية مش عايز درجة الحرارة اللي هو الفندق أو المحطة مشغلة عليها عايز درجة معينة فبقى بشغلك هنا وحدة بتوضع داخل الغرف ودي بنسميه عندنا وحدات ملف ومروحة اللي بنسميه عنده فان اند كويل خلاص فان اند كويل اللي هي وحدة ملف ومين ومروحة دي بتركب داخل مين الغرف إنما الارهاند جينوية كبيرة اللي هي بالمكونات اللي أنا أكلمنا عليها اللي بتكون كبيرة الحجم دي بتركب في الوحدات الايه المركزية طب أغلب الأوقات اللي في الوحدات المركزية دي بتركب بتحط فيه يا إما بتكون محطوطة على سقف المبنى أو في دور مكينات أو في البدروم يعني أغلب الأوقات الوحدة المعالجة دي اللي بنسمي فيها معالجة الهواء بنبقى حطينها يا إما على السطح المبنى تمام أو في دور في البدروم أو أحيانا لو كان المبنى مرتفع بنعمل دور مكينات أو دور معدات في منتصف مين ومنتصف المبنى طيب الوحدات اللي موجودة عندنا دي طيب ووظيفتها او بتشتغل ازاي او بمعنى اصح انا النهاردة عشان اركب ولا صين ولا اعمل عمية التركيب دي لازم يكون عارف كل جزء من اجزائها ايه ووظيفته عبارة عن ايه تمام طيب نجي نبص الاول تاني كده مع بعض بقى اللي احنا قلنا عليه احنا قلنا دلوقتي ايه هو الغرض من دراسة الغرض عندي من دراسة الفاصلة التعرف على عمل مؤسات التركيب عشان احسب التكاليف النهائية لجهاز تكييف هوا خلاص مجموعة من الاجهزة في موقع عملها موقع مين عملها طيب نجي نبص معي بتنقسم هنا مؤسات التركيب لايه ننقسم بص معي على الشاشة كده شاشة الجهاز مؤيسات التركيب مؤيسات تركيب الجهاز فقط في موقع عمله وذلك عند شراء مين عند شراء المؤسسة للجهاز تمام يبقى لما تبدأ المؤسسة تشتري الجهاز انا ببدأ اهل 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 ا إنما إما بتكون توريد وتركيب ودي ما بتكون إمتى؟ لما بيكون هنا طلب المؤسسة الشراء والتركيب والمكونات خاصة من المؤسسة نفسها. تمام؟ تعال نبص معي على جزئية تانية كده. مؤسسات احنا قلنا دلوقتي. قلنا فيها عندي نوعين التنين من الوحدات. وحدة منولة هواء بتركب في المحطات المركزية. تمام؟ وحدة منولة هواء بتركب بالأماكن ايه المختلفة. ودي بتبقى داخل الغرف أو قاعات الاجتماعات. تمام؟ يبقى أنا النهاردة لما يجي نيجي نبص مع بعض. أقول لك أنواع وحدات منولة الهواء اللي بتستغلها في أنظمة التكييف المركزي. تقول يا إما وحدة منولة هواء تركب بالمحطات المركزية. يا إما وحدة منولة هواء تركب مين بالغرفة. وزي ما قلت لكم دي بتبقى نوعين اتنين المركبة في الغرفة دي. يا إما بسميها وحدات حس. يا إما بنسميها عندي فانا لديك قيل وحدة ملفه ايه ومروح. ولكن احنا في شغلنا هنا في جزئية بتاعت الجزئية إن شاء الله هنشتغل على وحدة ملف ومروح. تمام؟ طيب نيجي نبص عندي بقى وحدات منولة الهواء اللي بتركب بالمحطات المركزية. احنا قلنا هنا بتكون أحجامها إيه؟ أحجامها كبيرة. طيب ممكن بتسمح لي بإضافة أي مكونات. تمام؟ طيب استخدام أي مكونات موجودة معادي. عشان اشتغل بالمنظومة على مدار العام. صيف وشتاء. خلاص؟ أو ربيع. يبقى كل المكونات المفروض تكون موجودة في الواحدة دي. طيب المكونات الأساسية الواحدة دي إبارة ايه؟ بيبقى كون غلاف كبير من الصاك حسب حجم وحدة منولة الهواء. خلاص؟ وحسب ما وحدة منولة الهواء بتعالك كميات هوا قد ايه وبتغزي مبنى قد ايه؟ طيب ممكن النهاردة بقول هنا غلاف الواحدة وده بيحتوي بقى على مروحة فان وملف والملف ده ممكن يبقى ملف تبريد او ملف تسخين خلاص يبقى مروحة وملف وفيه حون دي حوض بيتم تجميع الماء المتكاسف لو كان ملف التبريد تعارفين لما الهواء بيقابل سطح بارد بتبدأ تتكاسف الرطوبة اللي عليه فالماء اللي هتنزل لو نزلت على الصاك هتبدأ تعمل برومه في قلب مثلا الغلاف الخارجي فبنبقى حطين تحت الملفات دي ايه؟ احواض ومتصلة بصرف بيتمنى تصريف المية ازاي ده اللي عندي طيب الملف هنا احنا قلنا هنا يا اما بيكون ملف بيعمل تمدد مباشر ده ولو ملف تبريد وكلمة تمدد مباشر اللي هو الملفات دي اكس يعني اللي بيمر في الماء نبيب بيكون فريون فبالتالي التبادل الحراري بيبقى ما بين الهواء والفريون بشكل مباشر فعشان كده سمناه ملفات تمدد الايه؟ المباشر انما احيانا بتشغل بالماء المسلج بالماء المين المسلج يعني بتكون عندي دائرة تبريد بتقوم بتسليج المياه ثم بيتم هنا دفع المياه المسلجة ديت الى ملفات موجودة داخل واحدة لمنولة الهواء عشان تقوم بعملية تبريد مين الهواء؟ طيب ده لو كانت ملفات تبريد انما لو ملفات بقى تسخين او عملي التسخين التسخين حاجة من الاتنين برضو يقيم ما باستخدم هنا ملفات باوضيف فيها ماء ساخن او بخار ساخن دابعا الماء الساخن او البخار الساخن ده جاي من خلال غلاية كواحدة منفصلة مستقلة بتقوم بعملية تسخين المياه او عملية التوليد مين البخار طيب انما احيانا عملية تدفات الهواء بتبقى عن طريق سخنات كهربية سخنات ايه؟ كهربية يبقى لو قال لي لفظ كلمة ملف يبقى دي ملفات تعمل بالماء الساخن او البخار الساخن ده لو كانت سخين ولو كانت بريد لو اما ملفات تعمل تمدل مباشر يعني بالفريون او بالماء المسلج او بالماء المسلج لو قال لي عملية تدفات بشكل عام ممكن عملية تدفات تبقى عن طريق ملف بالماء الساخن او البخار الساخن او عن طريق سخن ايه كهربية او ملفات تسخين كهربية يبقى احنا قلنا من مكونات الواحدة دي اول جزء عندي مروحة وبعد كده قلنا في ملف وحط تجميع الماء المتكاسف والملف ده يتبريد يتسخين كمان ولو تبريد ممكن يكون انواعه ايه ولو تسخين ممكن يكون انواعه ايه كمان علاوة على كده المرشحات او الفلاتر وهنا فلاتر الهواء اللي هنا بتتخلص من الاتربة والعوالق والشوائب اللي موجودة معايا خلاص واللي بيحمل الهواء اثناء موعة الجدل كمان عندي هنا عشان اتحكم فيه كمية الهواء اللي بتمر في عندي حاجة اسمها بوابات الهواء او بسمها الدمبر موتور او الدمبر اللي عندي يبقى الدنابر دي بتشغل بموتور وكمان يمكن التحكم فيه تمام طيب يبقى انت دلوقتي ضمن مكانات قولنا تاني بنقول مع بعض اهو نكرر يبقى الملف وعندي مروحة وملفي ايما تبريد ايما تدفع خلاص وعندي الفلاتر او فلاتر الهواء كمان عندي الدمبر اللي هي بوابات الهواء خلاص وكمان في مكان بخلط فيه ما بين جزء من الهواء الخارجي وجزء من الهواء الراجع ودي بسموه صندوق الخلط اللي هو ميكسنج اير عندي تمام؟ عرفنا هنال المكونات؟ طب تعالوا نبص كده على المكونات دي في الخلال المخطط اللي قدامنا ده ده عبارة عن غلاف الخارجي اهو اللي هو الرصاصي ده تمام؟ وفي المدخل الخارجي اللي هو فيه هنا بتحكم في كمية الهواء الخارجي ده عن طريق دمبر عن طريق مهين دمبر تمام؟ طيب بعد كده بيعدي هنا على مجموعة فلاتر حسب عملية وجودة الهواء للمكان اللي أنا بعمل له عملية معالجة يعني لما هنا بعمل معالجة لهواء رايح لغرفة عمليات غير لغرفة مثلا تمرضة عاديين غير مثلا يا جماعة لغرفة انا مركزة يبقى عملية هنا تنقية الهواء ودرجة نقاط الهواء دي اللي بسمع عندي درجة جودة الهواء بتتوقف على طبيعة الغرض اللي أنا بعمل عملية معالجة له لمين فبالتالي يا ممكن تلاقي فيه فلتر واحد في بعض الدوائر تلاقي فيه فلترين تلاقي فيه ثلاث فلاتر تلاقي فيه خمس فلاتر تمام إذن ممكن هنا حسب هنا درجة جودة الهواء اللي بتمر عندي زي فلاتر الماية بالضبط عنده فيه ثلاث فلتر ثلاث مراحل فيه خمس مراحل فيه سبع مراحل حسب الجزء اللي عندي حسب درجة الجودة اللي انت عايز تحصل ايه تحصل عليها تمام طيب الجزئية التانية بعد كده هتلاقي فيه هيتينج كويل ده ملف ايه ملف تسخين وهتلاقي كلمة هنا يعني ممكن هنا ملف او عملية ماء ابتداء او ماء ساخن ابتداء بيمر هنا عندي في الملف يعد سباد الحرارة المبين بين الهواء اللي هو بيسخن خلاص والمية بيعد تسخنها مرة تانية خلال الوحدة خارجية ممكن يكون عندي شغال ملف تبريد ملف التبريد اهو اللي هو لما بيعد على الملف بيبرد تمام فانا بيكون هنا ماء مسلج ماء ايه مسلج اللي هو ماء مسلج ابتداء اللي بيمر خلال ميل الملف وبيحدث ايضا تبادل ايه حرارة ممكن حاجة اسمها ملف اعادة تسخين ملف اعادة ايه تسخين الجزئية الخاصة بالجزء خاصة بملفات اعادة التسخين يا جماعة والتسخين لازم هنفهم بقى مع بعض كده جزء عشان نوضحه مع بعض ملفات التسخين احيانا بيقول في حاجات اسمها ملف تسخين ابتدائي وفيه هيتر ملف تسخين اساسي وفي حاجة اسمها ريه هيتر ملفات اعادة تسخين الفرق بين التلاتة ايه البريهيتر اللي في الاول بيقوم بدرون اتنين الدر الاولان لما يكون الوحدة فيها عملية ترطيب او معها مرتب الهواء الاول لما بسخانه او عملية تسخين مبدئي بيبقى قدرته على حمل كمية من بخار المية اكتر فبالتالي انت بترفع كفاءة عملية الترطيب بعملية التسخين المبدئي فاحيانا انه بيبقى سخان المبدئي ده بيكون موجود بهدف زيادة كفاءة الترطيب لوحدة الترطيب لان كل ما كان الهواء درجة حارته عالية كل ما زادت قدرته على حمل كمية اكبر من بخار مين بخار المية طيب واوقات تانية كمان البريهيتر لو كان الهيتر الاساسي اللي بيقوم بعملية رفع درجة حرارة الهواء للدرجة المطلوبة داخل الغرفة ما عندوش قدرة ممكن يحدث مثلا ان انا مصمم هنا الواحدة ديت ان الهيتر الاساسي انه بيرفع مثلا من درجة حرارة خلاص موجودة عندي مثلا من 10 ل 22 تمام ده الطبيعي والنورمال والعادي احيانا درجة الحرارة في بعض الوقات زي ما حصل ما بس سنة دي كده درجة الحرارة كان انخفضت بدرجة منخفضة جدا من درجة في بعض الاماكن كانت توصل لصفر درجة مأوي فبالتالي انخفاض درجة الحرارة ده مش هيعود السخان الاساسي مش هيديني القدرة الحرارية او اديني الطاقة الحرارية اللازمة نرفع درجة حرارة الهواء للتنين وعشرين فبالتالي كان السخان المبدئي بيبدأ يشتغل معايا عشان يساعد فالسخان اللي ابتداء يا جماعة هنا بيساعد السخان الاساسي خلاص في رفع درجة حرارة الهواء في حالة انخفاض درجة حرارة الهواء الخارجي اقل من لازم او بيعمل عملية هنا كمان تسخين مبدئي عشان يزود كفاءة عملية المرطب او كفاءة الترتيب اللي عندي يبقى انا نعرفت دلوقتي بالنسبة للبريهيتر وظيفته ايه انما الهيتر الاساسي انه بيرفع درجة الحرارة خلاص للدرجة المطلوبة عندي يعني انا عايز درجة الحرارة جوالغرفة وليكن 22 درجة مو تمام طيب 22 درجة مو ده داخل مين داخل الغرفة خلاص انت بترفع مثلا من 10 لل22 انما الريهيتر الريهيتر احيانا بيضع في نهاية هنا وحدات المناولة او بيضع في الوحدات الترفية عندما داخل الهواء للأماكن المكيفة لان الهواء مثلا انا بدفعه رفعته لل22 بعد كده فيما روح بتسحبه بتدفعه خلال ممرات هوا بيبدأ يتوزيعه على الأماكن المختلفة لو انا مثلا على السطح مثلا في الدور 22 مثلا وعايز انازوله للدور الارضي اكيد 100% بيحدث فقد في حرارة فال22 دي على بال ما توصل للدور الارضي بيش هتوصل لدين وعشرين طبعا انت هنا فقد حرارة درجة حرارة للبرة هتكون اقل فبالتالي درجة حرارة توصل مثلا 18 يبقى الهواء هيدخل الغرفة ب18 لا فانا بعمل له اعمالة حاجة اسمها اعادة تسخين مرة تانية اللي هو بيسمونه عندي بقى الريهيتر بيرفع درجة الحرارة او بيزبط درجة الحرارة الهواء عند الدرجة المطلوبة عندما ادخل الغرفة مباشرة يبقى عرفنا فرق ما بين البريهيتر والهيتر والريهيتر درت من ضمن المكونات اللي بتكون موجودة في وحدة مناولة الهواء مش كل وحدات مناولة بتشتمل على ثلاثة انواع خلاص يعني انا النهاردة في بعض الاواكد يا جماعة بتوقع درجة حرارة غالبا باستمرار اغلب الوقت كي بتبقى مرتفعة فانا ما بيكونش ملكم مثلا بريهيتر او ما فيش وحدة ترتيب في الوحدة فما فيش بريهيتر خلاص فيبقي عندي هيتر اساسي وممكن ممكن يكون في بقى ريهيتر او خلاف تمام طيب طيب ده من ضمن المكونات كمان احنا كنا نعلمنا على جزئية تانية وهي الخاصة بفلاتر وقلنا ان الفلتر بيوظيفته الاساسية ان يتخلص من الاتريبة والعوالق الموجودة في الهواء بيبقى عندما ادخل وحدة المناولة من البداية كده من اللي عندك احيانا ببقى حاطة شبكة سلك الشبكة سلك عشان تحجز العوالق الكبيرة تحجز العوالق الكبيرة يعني بقى تمنع دخول مثلا فقران تمنع دخول حشرات تمنع دخول ورق موجودة على اسطح المبنى تمام يبقى البوابات الموجودة معايا طب انت النهاردة الشبكة سلك بتحجز فيه كمان عندي حاجة اسمها بوابات دمبر الدمبر دي بتكون موجودة عند مدخل الهواء الخارجي وكمان مدخل الهواء الراجع واحيانا بتبقى موجودة عند مداخل الهواء التغذية بس كل واحدة بيبقى لها هدف مختلف يعني مدخل الهواء الخارجي المفروض لو الوحدة وقفة بتبقى عشان ما فيش اي حاجة تخش الوحدة تمام طيب لو المروحة تشتغل اول مروحة تشتغل تبدأ تفتح لان طبيعي ان ان النهاردة لو عندي وحدة وفيها تزات وفيها صوت وفيها هوا وفيها سحب لو في اي حشرة ولا كائن عمره ما هيقرب للجزئية دي انه ممكن يقرب لهيه في حالة التوقف بس بحالة التوقف الدمبر دي او البوابة دي افلة افلة مدخل الهواء اللي موجودة معاني تمام طيب فيه كمان عندي اسمها البوابات انما الهواء الراجع انا محيانا ببقى محتاج في بعض وحدات المناولة وخاصة وحدات المناولة اللي بيستخدم فيها هوا راجع واضحناف جزئية قبل كده ان انا بستخدم ليه هوا راجع ما بستخدمش كل هوا او خارجي ليه الهواء الراجع بيقلل لي هنا او بيوفر لي هنا في التكليف الاقتصادية للمنظومة وتكليف التشغيل اللي عندي يعني انا النهاردة زي ما قلونا مع بعض الهواء الخارجي 35 انا عايز اعمل تبريد هبرده لحد 24 تمام طيب ده الخارجي اما اللي الهواء الراجع اللي راجع من الغرفة الهواء اللي جاي من الغرفة راجع مثلا ب27 يبقى لما اجاب الرده ل24 هيبقى الفرق بس 3 درجات حقرار هناك كان الفرق كام من 24 ل35 فرق مثلا معي 9 درجات اذا 9 درجات هنا عشان انت تحصل عليهم او تجيبهم بيحتاجت منظومة تبريد تشتغل اكتر تمام يبقى تكلفة التشغيل هتزيد انما انت نهاردة عشان توصل على 3 درجات دول بس المنظومة هتشتغل فترة او ليل يبقى تكلفة التشغيل اختلفت تكلفة التشغيل ايه اختلفت عشان كنا بنستخدم هواء راجع ولكن هنا شرط ما بيستخدموش باي شكل بشكل مفتوح كده او شكل غير مقامل لا يشترط هنا عشان يشتغل هنا هواء راجع خلاص ان درجة جودة الهواء ما تكونش درجة عالية او ما يكونش الهواء الراجع من الغرف ده هواء دار ممكن يضر بصحة المكان تاني يعني عندي معمل مثلا تفاعلات كيميائية لا انا ما بستخدمش هواء راجع لان قد يكون الهواء اللي موجود داخل المكان ده واللي بيتم سحبه من المكان هواء ملوس فبيهما بيتم طرده بالكامل الخارج وبستخدم كل هوا فريش انما في بقى ده الاماكن تانية خلاص زي قاعدة اجتماعات زي مثلا صلاة زي مثلا اماكن ما بيت في الفنادق الكلام عملية التلوث ما فيش تلوث او التلوث هنا ضعيف جدا فانا بستخدم الهواء الراجع وبرضه ما بستخدموش بكله يعني بستخدم نسبة منه نسبة منه لان الآن لازم اضمن ان يكون في نسبة اكسجين داخل المكان فلازم يبقى فيه كمية من الهواء الخارجي لان الهواء الخارجي هو اللي بيحمل نسبة اكسجين اعلى انما الهواء الراجع مشكلته الكبيرة او مشكلته الاساسية انه هنا بيبقى جزء كبير من الاكسجين او قد يكون جزء من الاكسجين تم حرقه او ما بيكونش استخدموش بيبقى فيه نسبة سانيكسجين كربون فقديمة بيفتش بيها الانسان والانسان لما بترجع وتعيد استخدموش بيحس بحالة من عدم مين من عدم الروح يبقى احنا دلوقت اتكلمنا على مكونات واحدة منولة اتكلمنا على الفلاتر اتكلمنا على الدامبرز خلاص وكمان نتكلم بقى انا قلسة اقولك ممكن استخدم هوا راجع وهوا خارجي يبقى احط هنا بوابات الهواء الراجع بوابات الهواء الخارجي ليه بتعمل راجع وخارجي واخلطهم بعد كده مع بعض اذا انت محتاج هنا صندوق خلط ميكسنج بوكس صندوق الخلط ده ده بيهنا بيخلط فيه كميةين من الهواء كل واحدة فيهم بخصائص مختلفة يعني كل واحدة بتختلف بخصائص مختلفة يعني قاعد يكون الهواء اللي جاي الهواء الراجع ده زي ما قلنا مع بعض جاي بسبعة وعشرين والهواء الخارجي ده بخمسة وتلاتين انت بتخلط لتنين ايه مع بعض عشان تحصل على الهواء بظروف جديدة خلاص او بظروف ايه جديدة تمام يبقى صندوق الخلط ده اللي بيتم خلط فيه جزء من الهواء الخارجي بعد كده الهواء بيمر على ملفات تبريد وقلنا ملفات تبريد خلاص ايه ما شغاله بالفريون بسمات دي اكس يعني ما بالماء المسلج تشيلد واطر والماء المسلج هنا انت هتجيبه منين هتجيبه من دائر التبريد او واحد التبريد واحد التبريد دي احنا بنسميها ايه جماعة بنسميها شيلرات خلاص بنسميها عندي ايه شيلر وده حنتطرقه ان شاء الله برضو في جزئية تانية بامر الله او بسموها وحدات تسليج المياه وحدات تسليج مين المياه او الشيلرات يبقى انت النهار ده ملف التبريد وانه يبقى يعمل الفريون مع دائر التبريد ونسمي دي اكس خلاص وده غريبا مع الوحدات الصغيرة انما الوحدات الكبيرة او اللي هتطلب كمية فريون كبيرة قد تكون مكلفة جدا بستخدم معا الماء اللي ايه المسلج اللي هو تشيلد ايه تشيلد واطر تمام ما ننساش ان الملفات اللي موجودة معا دي انت هتدفع لها مية طب المية دي هتيجي الوحدة ولا هتيجي عن طريق مضخات لعن طريق مضخات بامب ازا هيبقى في عندك مجموعة مضخات اللي بتدخلين المية اللي عندي تمام طيب المية اللي بخدخلها دي عايزها كلها ولا عايز جزء منها ممكن اكون عايز جزء منها يبقى لازم احط هنا صمامات بتتحكم في معدد ترفق المية اللي بتمر مين للملفات دي يبقى لازم يكون فيه صمامات احيانا بيبقى فيه مننا صمامات اوتوماتيكية وفيه منها صنائية وفيه منها سلسية خلاص وفيه منها احيانا بنحن نركب صمامات او محابسة دوية عشان نقفل على مسارة او اسناء لما نبعمله عمية صيانة او خلاف طيب يبقى برضو من الملفات الموجودة معايا بيكون من مشتملاتها الصمامات الموجودة معايا وبعض مضخات اللي بتدفع مين المية ملفات التسخين بنفس الطريقة ممكن بيمر فيناها مية صخنة او بخار ساخ عشان يحتوى استبدل بحلارة بينها وبين الهواء فبتسخن الهواء تمام يبقى برضو ممكن اتحكم في كمية المية الصخن محتاج صمامات طيب هدفع مية برضو محتاج مين محتاج معايا اللي احنا قلنا معايا برضو مضخ تمام ازاي بقى المية دي التسخن دي وحدات تسخين هنتكلم على فيما بعد ازاي هنا بالنسبة ما يفاد تبريد المية دي بتسقع برضو قلنا وحدات تسليج وبرضو لها اتكلم في جزئية تانية خاصة تمام طيب كل الهواء ده ممكن يعد على واحدة ترتيب واحدة ترتيب ده بتزود نسبة بخار المية في الهواء خلاص والله ده ممكن تكون باستخدم فيها مرطب بخار ممكن يستخدم حوض مية موجود معايا استخدم واحدة رشي مياه اي ان كان الانواع دي دي ان شاء الله حتى تتراقوا لها في مادة التحكم اواسيات تحكم في الصف الخامس ان شاء الله بامر الله بتوسع تمام طيب جزئية تانية من الجزئية اللي موجودة عندها واللي انت بتتكلم برضو فيها وهي وحدة المروحة المروحة اللي عندي اللي بتقوم بسحب الهواء ده كله بعد كده وتدفعه الى ممرات الهواء الرئاسية ومنه خلال ممرات الفرعية للغرف وحدة المروحة اوقات ممكن تكون المروحة متركبة في نهاية الوحدة المنولة واوقات تانية بتكون موجودة في بداية وحدة مين بداية وحدة المنولة خلاص ودي بتفرق بقى انه بتغذي منطقة واحدة ولا ممكن بتغذي مناطق متعددة غذي مناطق ايه متعددة تمام طيب احنا كده تعرفنا على مكونات وحدة منولة الهواء الموجودة معايا طب تعالوا كده نبص كده على المخطط والمكونات اللي احنا عرضناها مع بعض كده على الشاشة ونبص على جزئية هدي اول جزء هو قلنا مع بعض ده الدمبر تمام اللي هو الكولينج كويل ملف التبريد ثم اللي هو ريهيتينج كويل اللي هو ملف عد تسخيل ثم بعد كده ادي الفانة المروحة اللي سحبت الهواء ودفعته ممكن تدفعه خلال ممرات بتحكي في معدة تدفق الهواء عن طريق برضو دمبر او سابلاي دمبر اللي هو ايه الوابوابات هواء اللي ايه التغذيء اللي عندي تمام طيب ده شكل حقيقي ببعض القطاع في مكونات وحدة مناولة الهواء بدأ من جزء ده خاص بالممرات الهواء الراجع وبيقى معانا بوابات هنا دمبر وفيه جزء الهواء الخارجي هواء اللي هو وبيقى معاه برضو دمبر واحيانا بيركب معاه بيهيتر بعد كده اللي اتنين ما بخش الهواء الخارجي مع الهواء الراجع المنطقة دي بنسمى منطقة خلطة او صندوق الخلط بيتم خلط الكميتين اللي تنا عايزهم بالنسبة المطلوبة بعد كده بيمره على فلتر بنقل الهواء من الاتريبة والشوايب ثم ملف تبريد خلاص اللي بيعمل عميز السيطان مسلا تبريد الهواء وخلافه ثم بعد ذلك مجموعة مراوح مراوحة بتقوم بسحب الهواء وممكن ملف تاني اعادة مين اعادة تسخين قد يكون هنا بعض الاوقات حاط مسلا جزء مركب مع الفلتر وبعد الفلتر مشارطة ملف في التسخين مبداي موجود معايا تمام طيب بعد كده هو اللي بتفعه بتفعه خلال ممر رئيسي ومنه خلال ممرات ايه ممرات فرعية دي بيسمه بالانجليزي واحدة منولة الهواء اير هاندينج يونت اير هاندينج يونت او يده اختصار اي اتش يو اي اتش يو او ما تشوفها كده دي اسمها واحدة منولة مين الهواء طيب النوع التاني واللي احنا بنتكلم عليه وقلنا عليه هو قلنا بقى اللي بيستخدم في الغرف او في صلات الاجتماعات الموجودة عندي في الفنادق وخلافه وده اللي احنا بيقولنا عليها جماعة اسمها وحدة ملف ومروحة اللي بيسموها فان انت كويل فان ايه فان كويل اللي هي وحدة ملفه مين ومروحة الواحدة دي من اسمها بتشتمل على ايه ملف وده ممكن يكون ملف تبريد او تدفق خلاص ممكن ملف تبريد او ايه او تدفق وطبقية طالما تبريد يبقى اكيد لازم احط حوض تجميع الميال المتكسف تحته حوض لتجميع الميال ايه المتكسف على الملف طيب والتوتير اسمها وحدة ايه وحدة ملف ومروحة طيب يبقى الفين كمان المروحة يبقى ازا فيه كمان مروحة يبقى استخدم في تحريك الهوى وطبقية عشان اكمل المنظومة بتاعت ما تبقاش عملية تدفق بس ولا تبريد بس عملية معالجة الهوى يبقى انا كمان باستخدم معها مرشحات مين الهوى او الفلاترز او الفلترز اللي عندي تمام يبقى انا استخدم هنا مرشحات هوى اللي هي الفلترز الموجودة معايا طيب كمان انا هنا المروحة دي او الملفات دي هو مش محتاج تتغذب مياه سخنة او مياه برده اه يبقى انا محتاج هنا مواسير مياه خاصة عشان اغذب المياه المسلجة ده جاي من واحدة تسليج مركزية او مواسير تانية ممكن هنا تغذي اللي هو عندك ملفات التسخين خلاص اللي جاي من غلاية او مواحدة تسخين خارجية وممكن هنا استخدم خطة انا بيبواحد بدل معهم الخطين لكل واحد لكل ملف بس بتحاكي تستخدم صمامات متنوعة عشان نتحكم في المصار اللي انا عايزه تمام يبقى النوع التاني من وحدات مناورة الهوى وانه اللي بيستخدم فيه في الغرف او في الفناد او في قهات الاجتماعات وده عبارة عن واحدة ملف ومروحة خلاص تتكون من ملف تبريد او تدفع وحوض تجميع الماء المتكاسف ومروحة لدفع الهواء ومرشحات هوى وكمان مواسير خاصة عشان تغذي الملفات بالماء المسلج من واحدة تسليج او بالماء الساخن من الغلايات او واحدة تسخين المياه عشان نتحكم في المصارات دي بيستخدم هنا صمامات متنوعة طيب ده شكل الوحدة اهو لو بصنا للجزء اللي معمول شكل ثمانية ملفات اللي موجودة لتحت ده كده خلاص دي ملفات التبريد والتدفاء تمام كده معي ملفات التبريد والايه والتدفاء والجزء الفؤاني ده ده عبارة عن اللي هو مجموعة المروحة وبيكون فيه فتحات من الجنب كده متركب على الوش ده خلاص بتقوم المروحة بسحب الهواء من خلال فتحات جانبية موجودة في الغرفة يعدي على المروحة ملف يبرد او يسخر حسب المنظومة اللي شغالة معي خلاص بتقوم بعد كده مروحة وسحبها ودفعها من خلال ممر قلوي بيكون موجود داخل غرفة اللي عندي طب الواحدة دي الواحدة دي غالبا بتكون موجودة مسلا اسفل الشبابيك او النوافذ انها موجودة معانا في الغرف موجودة بجوار بعض الاعمدة بحيث ان هي متناسب بعض ديكور ما تشغلش حيث كبير من المكان ولكن هي بتبقى تحكم افضل وتحكم منفصل في المنظومة اللي عندي تمام؟ يبقى احنا كده تعرفنا على مكونات واحدة التركيب واحدة منولة الهواء المركزية ومكونات واحدة منولة الهواء اللي بتركب فين؟ في الغرف اوقعات الاجتماعات طيب ايه بقى الخطوات المختلفة ده بقى شغلنا اللي احنا عايزين نركز عليه ونوضح ايه بقى الخطوات المختلفة عشان هنا اعمل عملية تركيب لوحدة منولة هوا لوحدة منولة مين الهواء طبعا احنا بتركز هنا على الوحدة المركزية أكتر يعني الشغل كله واللي هو الشايع في أنظمة التكيف المركزي هو الوحدة مين المركزية قال لي أول خطوة تعملها طبعا الوحدة دي كبيرة فأنا بعمل لها قاعدة خرصانية يعني ببدأ أصب بكده مثلا قاعدة خرصانية على شكل مستطيل بطول الوحدة وأكبر من طول الوحدة قليلا تمام؟ الأعدة الخرصانية دي يفضل أن الارتفاع أو السمك بتاع بتاعها ما يقلش عن 30 سنتي زي بالظبط لما بيين سب مثلا سقف خرصانة سقف الخرصانة الخاصة بالمبنى الرؤعة اللي احنا بيتكلم على دي السمك بتاعها في ناس تعمل رؤعة 25 سنتي في ناس تعمل 30 سنتي في ناس تعمل سوء 40 سنتي 50 سنتي ده حسب قوة المبنى وحسب الحاجة اللي انت بتبقى عايزة يبقى هنا بصب هنا رؤعة خرصانية خلاص؟ أم أعمل هنا قاعدة من الخرصانة اللي اللي هتوضع عليها وحدة منورة الهواء والمفروض حجمها يزيد أكتر أو يقل حسب حجم الوحدة اللي هيتم وضعها ولكن احنا بلحط هنا الوضع للسندر 30 سنتي عن الأرض بعد كده بثبت فيها بعض وحيانا وانا بأعملها برضو بثبت فيها من سماء جويت وده بيبقى مثلا بارعا بيتركب هنا رأس ده في قلب الخرصانة ويطلب بحيث سماجي ركب الوحدة أعرف أربط عليه يبقى بركب الجويت اللي موجود معايا في الخرصانة وإحنا بنشتغل وإحنا بنصبها بعد كده بركب عليها قواعد من المطاط خلاص عشان لأن الغلاف الوحد يحمل خلاص فبالتالي أثناء حركة المروحة فيه تزات فممكن ينتجعنا صوت فحطت حاجة تنتص له تزات اللي احنا بنسمع عندي الايه اللي هو القواعد المطاطية تمام طيب بعد كده ببدأ أجيب الوحدة أو أحط الوحدة ثبت وحدة المناولة على الجزء الوحدة ده أنت أجابك تجي على بعضه في أوقات كتيرة وبيتم شيلها بالوينش أو رفعها عن طريق مثلا رفع خلاص وبيتم هنا مثلا تنزلها براحة كده برفق مثلا على المسامير اللي بتثبتها ويتم وضع الوحدة يبقى بخطوة التالتة وببدأ أثبت وحدة مناولة الهواء في المكان الذي تم تجهيزه يبقى أول خطوة عملنا قعدة الخرصانية حجمها يبقى ده حسب حجم الوحدة اللي هيتم وضعها عليها تاني حاجة ببدأ أركب هنا الجويت وركب هنا القواعد المططية اللي هي بتمتص الاتذات والصوت من الوحدة ببدأ بعد كده أحط ثبت الوحدة نفسها على القاعدة خلاص الموجودة معايا وابدأ بقى أوصل مشان احنا قلنا فيها ملفات تسخين هوصلها عن طريق مواسير بموحدات التسليج المياه والغليات يبقى هوصل مواسير المياه لملف وحدة المناولة خلاص وركب كمان عليه الصمات اللازم عايز أحط عليه محابس يدوية ما فيش مشكلة عايز أحط عليه محابس أوتوماتيكية برضو ما فيش مشكلة طبعا كل ما بيتزيد عناصر التحكم كل ما بيتزيد كون المنظومة أو هامية المنظومة أو ببعنا صح كل ما يكون المنظومة مهمة كل ما بزود عناصر التحكم اللي عندي خلاص طيب الخطوة اللي بعد كده لو بصينها هو الوحدة دي شكلها دي القاعدة الخرصانية اللي في الأسفل دي خالص تحتها دي القاعدة الخرصانية بنصبها لوحدة المناولة اللي عندي وبكون احيانا مركب احيان حوامة او قبان حديدية كده ومركب عليها كاوتشات خلاص قبان حديدية عشان اركب فيها لو انا كنت نسيت ان اركب جوية ولا حاجة في قلب الخرصانة خلاص ممكن اركب علي الشاسي معدن كده بالشكل اللي انت شايفين ده كده وركب ما اعمل فيه فتحات اللي عد فيها المسامير واللي بربط بها الايه الوحد وكون حاطت فوقها دي قواعد مططية قواعد ايه مططية يبقى ده الاعداء الخرصانية وديها عندك القواعد المططية وديها تحطيت وحدة المناولة والوحدة ديها testing ومفروض فيها ملفات تبريد وملفات تدفئ وصلت الانبيب والمواسير الموجودة عليها ومتركب على الملفات ديها احيانا محابس يعني انا مركب بيها عندي الصممات يعني او بتركب في الوحدة ديها مجمعة الصممات الخاصة بالوحدة عندي وكمان لو كان فيها عندي ملف تبريد وملف التبريد ده من تحت فيه حوض اسفله عشان اجمع فيه المية المتكاسفة او موصل الخرطوم اللي باخد المية للتصريف ده للصرف او المصدر صرف المية المتكاسف من على ملفات ما ننساش دي كمان خلاص طيب يبقى عنده فيه بالنسبة للجزئية دي كده يبقى بص النقطة اللي احنا بكلم عليها توصيل كمان مصور التصريف المياه الى الحوض المياه اللي بتتكاسف من ملف الايه التبريد كمان بسبت بقى لوحة التحكم اللي هي الكنترول المفروض هو جاي الوحدة معي اللي هي الكنترول اللي موجودة معانا طب انت بقى بمفروض بتوصل يعني مثلا عايز اوصل الفانة بيها عايز اوصل مثلا لو كان عندي السماء وصولات بيها عايز اركب مثلا اجزاء مكونات خارجية هوصلها بيها مثلا يبقى انت بتثبت لوحة التحكم اللي موجودة عندي بجميع المجتمعات بتاعتها والتاعمل عن التوصيلات الخاصة بيها طب لو كان عندي فيه سرومستات والسنسور بتاعه موجود في الغرفة وهيبعد اشارة لصمام معين يبقى انا هنا بوصل السرومستات الغرفة واللي بيتحكم في صمام اللي بيئم بيشغل بوقت يعدي مية للملفات او ما يعديش مية خلاص او ممكن في بعض الاوقات بيتحكم فيه تشغيل وايقاف مضخة بيتحكم في تشغيل وايقاف مين؟ المضخة فانت هنا برضو بتوصل السرومستات الخاص بالغرفة موضوع بالصمام الايه؟ التحكم كمان بيبقى عندي هنا ممكن هنا اوصل بقى ممرات الهو مش احنا قلنا في نهاية الممر المروحة بتقوم بسحب الهوى ودفعه الى الممرات الرئيسية طيب تبقى بالتالي المروحة لما بتسحب الهوى بتدفعه الممرات الرئيسية انت هنا محتاجتي شغلك تعمل فيها ايه بقى؟ لا لا دعنا هناك ده محتاج ان انا ببدا اوصل الممرات بقى الدكت فيه وصلات مرنة فيه وصلات بتبقى لاطش مثلا بيحكى بشكل معين ايه بقى وحدة المناولة الهوى كخطوات يا جماعة اللي خاصة تاني كده سريعا كده خطوات التركيب بتاعتها اول حاجة انا باعد قاعدة خرصانية طيب ارتفعها قد ايه او سمكها قد ايه؟ حسب حجم الوحدة طيب المفروض الحد الادنى بتليها كم سنطي؟ تلاتين سنطي خلاص تلاتين ايه؟ سنطي بعد كده بسبت فيها الجويت اللي حيتم تثبيت الوحدة بيه تمام؟ الجويت وبعد كده بقم حاطت عليها قواعد مططية عشان تقالل الاهتزات وبعد كده بقم جايب الوحدة نفسها شهلنا ورفعنا وحطنا على مين على القاعدة في اماكنها وربطها بشكل كويس ثبت الوحدة ابدأ بقى لو في عندي هنا واصلات المواسير اللي هي بتوصل لكل من ملفات التبريد وملفات التسخين ابدأ اوصلها خلاص؟ طيب لو هيتركب على صمامات ابدأ اوصل الصمامات بتاعتي اتركبت الصمامات تبدأ بقى لو عندك لوحة التحكم الكهرباء تجيب لوحة التحكم الكهرباء وتيه؟ وتثبتها وتوصل المكونات بالمجتملات بتاعتي طيب وصلت المكونات لو فيه سنسل حساس خاص بسرمستاد وصل السرمستاد يبقى كان عندك في دائرة التحكم خاصة بالمحرك المضخة او مثلا بالصمام معين يتحكم في معدل تدفق الماء وصلنا السرمستاد خلاص؟ لو كان عندك من اسفل الموجود بها حسب مثلا الحوض بتاع الصريف الماء المتكسف وصل الخرطوم بتاعك بالصرف اللي عندك يبقى انت وصلت كل المكونات اللي موجودة بعيد يبقى احنا كده اتعرفنا من خلال جزء دي ايه هي خطوات تركيب واحدة منولة ايه هوا تمام؟ اهم جزء عندي كان يهمني لان الفني او الرأي الشخص اللي بيقوم بعملية هنا التركيب لازم يكون عارف خطوات المنطقية اللي هيشتغل بيها ازاي؟ تمام؟ وبنال عليه احنا لما بينا نقول بقى مؤيسات حساب تكاليف التركيب لازم يكون عارف اول حاجة محتاج ايه هي خطوات اللي انا هقوم بيها في عملية التركيب اللي بناءنا عليها هحسب الزمن الكلي للعملية قد ايه؟ وبناءنا على الزمن الكلي انا هحسب تكاليف العمال اللي موجودين معايا قد ايه؟ تمام؟ ولما احسب تكاليف العمال ابدأ كمان لو في اي خمات انا اشتغلت بها مساعدة ولا كلام ده احسب التكاليف بتاعتي عليها وابدأ اجمع تكلفة الامالة مع تكلفة الخمات تجيب التكاليف الاولية ولو فيه تكاليف غير مباشرة بتضاف سواء انتقلات سواء كان أوراق سواء كان خلافه خلاص بنضيف نسبة تكاليف غير مباشرة يبقى أنا جيبت كده تكاليف الكلية بعد ما جيبت تكاليف الكلية حط الربح بتاعي كمؤسسة على التكاليفة دي بيبقى بنسبة مثلا وليكن 10% من التكاليفة الكلية 20% 15% حسب ما هو متفق عليه في العقد خلاص بحس بنسبة الربح بتاعتي دي قد ايه وضفه على التكلفة الكلية أحصل على التكلفة النهائية لعمل المؤيسة طيب إحنا كده اتعرفنا في دائرة الأمر عشان الناس بس ما تتوشي مننا في البداية الأمر قلنا إن إحنا عندنا مؤيسات اللي هنشتغل إسمها مؤيسات التركيب مؤيسات تركيب دي نوعين يما تركيب فقط يما تركيب وتوريد أو توريد وإيه وتركيب خلاص بعد كده اتعرفنا على أهمه والجزء هنشتغل عليه في المؤيسات دي وكلمنا على وحدات منولة الهواء وانا في مين هنعاني اتنين في وحدة منولة بتركب في الوحدة مركزية ووحدة منولة الهواء بتركب في الغرف او في القاعات الاجتماعات الموجودة معي طب اتكلمني على مكونات وحدة تكيف الهواء اللي بتركب في الوحدة مركزية ودي بتستخدم على الوحدات الكبيرة والوحدات الصغيرة بتستخدم معي وحدة ملف مين ملف مروحة ثم بعد كده بعدما تعرفنا على مكونات وظيفة كل مكون في وحدة منولة الهواء بدأنا ان نتعرف الى خطوات تركيب وحدة منولة الايه الهول وتعرفنا ابتداء خالص من البداية بداية ما عملت القاعدة الخارسانية وسبتت الجويض وسبتت معان فوق اللي هو عندك مصلة الزات ومنعلة الزات وسبتت الوحدة والمجتملات بداية تبقية المكونات بدأت خلاص ابدأ بقى من هنا اكون الفلاج الفاهم لما اروح اشتغل واحسب مؤيسة ابقى اعرف احسبها ازاي بالزبط عندي تعالوا نشوف كده مثال من امثلة اللي موجودة عندنا على مؤيسات التركيب الخاصة بوحدات منولة الهواء لو جينا نبص مع بعض على الشاشة كده بيقول لي ايه بيقول لي هنا المطلوب عمل مؤيسة التكاليف النهائية لتركيب وحدة منولة هواء تم توردها كاملة من النوع اللي بيتم تغذية ملفها بالمياه المسلجة او المياه الساخنة اذا كانت مواسير المياه المسلج الساخنة مجاهزة حتى مدخل وحدة منولة الهواء خلاص يعني المواسير هنا جاهزة لحد المدخل فقط اذا علمت انه تكلفة القاعدة الخرصانية المطلوب اعدادها لتركيب الوحدة الف وربعمية جنيه خلي بالكم لما باجي احسب بعض التكاليف الخمات وخلافه فيه خمات محتاجة احسب تكاليفه فيه خمات خلاص هي محسوبة اردي مديها القيمة بنهاية بتاعته فهو قال لي ان هنا تكلمة يعني ما دنيش تفاصيل ما قال ليش انا جبت اسمانت بكام وجبت رمل بكام وجبت تزلب بكام ومال اشتغل بكام لا خلاص وقلت تكلفة القاعدة خلاصيني على بعضها الف وربعمية ايه جنيه طيب النقطة التانية اللي توضع قطع من المطاط مارينة لانتصاص الهتزاد عاداتهم كام تمانية تمان قطع طب تمان القطع الواحدة خمسة وعشرين جنيه هنا بقى محتاجة احسب هنا تمان الخمات يعني عشان احسب هنا تمان القطع المطاطية كلها بالكامل اضرب التمانية في الخمسة وعشرين جنيه احسب تمان ايه القطع طب قال لي كمان بيسببت عدد تمانية جويت في القاعدة الخرصانية خلاص تمان الجويت الواحد عشر جنيه برضو هنا محتاج احسب تمان الخمدي عندي تمانية اضربها في قيمة الواحد بعشر جنيه ايه بتساوي تمانين جنيه ايه قيمة اللي هو عدد تمانية جويت اللي تم تركبهم في القاعدة الخرصانية ايه تاني بقولني تمان سلمستقات الغرفة خلاص المستخدمة لم يورد مع الوحدة يعني مجاش مع الوحدة وكان 8 وكام 250 جنيه يبقى أنت النهاردة ده 250 جنيه اللي هو موجود معايا طيب قال لي 8 هنا لوحة توزيع الكهرباء الخاصة بوحدة المناولة ومجتملاتها 3000 جنيه 8 الأسلاك كلها أرقام بقى مطلقة الأسلاك اللازمة لعمل التوصيلات الكهربية 350 جنيه 8 مواسير المياه اللي بتستخدم لعمل توصيلات تصريف المياه المتكسفة ومجتملاتها 120 جنيه خلاص بستخدم هنا عدد 2 صمام ده كمان هنحسبه لأنه قال 2 صمام وقيمة الصمام الواحد بتلتمية وخمسين جنيه يبقى اتنين في التلتمية وخمسين يبقى ديني سبعمائة جنيه يبقى أول خطوة هعملها هنا هحسب 8 مين اللي هو عندك الخامات المفروض 8 الخامات يعني كنا حسبناها مع بعض وتمن الخامات اللي عندي يعني أنا قلت هنا زي ما احنا كلمناها كده مع بعض كده يا جماعة وبعد كده هنضيف في جدول 8 الخامات ثم بعد كده هنجيب اللي هو أجر العامل الفني أجر العامل الفني بكام قال لي 20 جنيه خلاص طيب قول المساعد تمام المساعد اللي عندك بمقدار كازي يعني لو احنا بصينا كده القطع الموجودة عندي 8 الخامات اهو قلنا 8 الخامات المطاط المستخدمة 25 في 8 بربعمية جنيه وعندي اللي هو الجوية التثبيت 8 في 10 في 80 جنيه وتمن صمامات التحكم 2 في 350 بسبعمية ايه بسبعمية جنيه تمام ده جدول 8 الخامات جدول 8 الخامات اللي موجودة معنا هنا ده عبارة القاعدة الخرصانية قاعدة الخرصانية الموجودة معايا موجودة 8 بألف وربعمية جنيه قطع المطاط المرنة احنا حسبناها بربعمية جنيه خلاص والجوية حسبنا لهم 8 في 10 لـ 80 جنيه والسنو مستاد 8 و 250 ولوحة التوزيع 3000 جنيه والاسلاك بتاعتي 350 جنيه والمواسير اللي هي بتاع التصريف 120 جنيه وتمن الصمامات احنا قلنا الواحد بتلتمائية وخمسين يبقى 700 جنيه يبقى إجمالي هجمع كل 8 الخامات ده 6300 جنيه ده 8 من الخامات اللي عندي طيب انا عندي هنا ملحوظة خلي بالي انه ممكن نستخدم صمامات يدوية واخرى بتاعمل اوتوماتيكي طيب ده حسب درجة حرات مين الغرفة اللي موجودة معايا او المكان المطلوب تاكيف وفي بعض الوحدات المناولة بتجاهز قاعدة معدنية مكان القاعدة الخرصانية بيعمل شاسية معدنية تمام ما بيكونش مالك ان يطلع رامض وزلط والكلام ده في المبنى فيبيجيب شاسيات معدنية او الواحة معدنية بتكون موية بتتم تحميل الواحدة عليها بعض وحدات المناولة الصغيرة الحاج ده ممكن عليها في اللسقف عندي عن طريق جنشات موجودة في الاسقف بيروح هنا في مصور التصريف المياه انه تجاهز بنحناء او بكوع عندي عشان ايه يبقى سهل التصريف اللي عندي طيب الزمن بتاعي الخطوات اللي احنا قلناها بالزبط في خطوات اللي التركيب موجودة بس اول خطوة انا بعمل معينة المكان الاول عشان اتأكد ان المكان ده مناسب ويتحمل الوحدة اللي عندي واسناء التشغيل بعد كده بجهز القاعدة الخرصانية واركب الجويد فيها بعد كده اسبت القطع المططية موجودة معايا تمام وهنا بعد كده ببدأ اوصل المواسير المياه المسلجة بالواحدة اللي عندي طبعا اقولها بتصارج نصف ساعة ثلاث ساعات ساعتين ساعتين الازمين هنا ازمينها تقدريه وزا ما قلتلكم بترجع للامكانيات وكفاءة الفني اللي شغال تمام طيب اتكلمنا بعد كده المكونات وصلت موصلة التصريف الموجودة معايا ركبت لوحة التوزيع عملت التوصلات الكهربية اللازمة تركيب سرمستات بتاعت كترة تمنتاشر ايه تمنتاشر ساعة بحسب اجور العمال زي ما قلنا تمنتاشر في العشين بتلتاتة ستمية ثم اجر العامل المساعد خلاص تمنتاشر في الاتناشر باتنين واتنين وستاشر ثم اجور العمال تلتونية وستين بجمع الاتنين مع بعض يطيل خمسمية ستة وسبعين جنيه جدول بقى التكليف النهائي تمنت تمنى الخامات كانت ستة لفة تلتمية اجور العمال خمسمية ستة وسبعين بجمع بقى التكليف لعند اجمع الاتنين مع بعض جبت التكليف الاولية ستة لفة تمنمية ستة وسبعين تكليف الغير مباشرة خلاص اللي هي بتقمع ديني قيمة او حسبها لك قيمة ستة ومية سبعة وتمانين جينيك اتعاشر في المية من التكليف الاولية وبعد كده التكليف الكلية بجمع التكليف غير مباشرة مع التكليف الاولية بديني سبعة تلاف خمسمية تلاتة وستين جنيه وستين قرش أرباح خمستاشر في المية من التكلفة اللي عندي ديت بدتني ألف ومية أربعة وثلاثين جنيه أربعة وخمسين قرش الإجمال التكاليف بداني تمنمية تمانية وتسين جنيه واربعتاشر قرش ودي التكلفة النهائية الموجودة معنا عندنا الوقت تعد بيناك سريعا وإن شاء الله بأمر الله هنستكمل كتير من المؤسسات التبرية مساء التركيب وأنواحها المختلفة في حلقات لاحقا إن شاء الله بأمر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته